تعويم الثالث والسوق السوداء هل الجنيه سيصل إلى مستويات الثلاثين تقريباً ورسمياً من أمام البنك أو من داخل بنك الأهلي وبنك مصر إصدار شهادات الـ 21 والـ 22% أهلاً بيكم في فيديو جديد وخبر جديد بداية لو حضراتكم مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد هيوصلكم منها كل الحقيقة أي حاجة ما فيها أي إشاعات هنقول لكم عليه هنقول لكم إيه دلوقتي الحقيقي وإيه اللي محصلش إيه اللي حصل وإيه اللي محصلش هنقول لكم من داخل البنك إيه اللي موجود الشهادات اللي موجودة من داخل البنك الأهلي وبنك مصر دول أكبر زراعين للبنك المركزي يعني لو فيه أي حاجة هنعرفها دلوقتي حالاً على فكرة من داخل البنك مش من على الصفحة الرسمية للبنك انتهت العملة المصرية تعاملات اليوم الأحد على استقرار على الرغم من شائعات تحرير الجنيه وهبوطه إلى مستويات 28 استجابة لمطالب الصندوق النائج الدولي وفقد الجنيه 25% من قيمته خلال رحلة التعويم الأولى اللي فاتت في الفترة اللي كانت من 20 مارس وحتى 26 أكتوبر وبنفس النسبة تقريبا خلال التعويم التاني اللي كان يوم 26 من 26 أكتوبر وحتى النهاردة وبحسب بيانات البنك المركز المصري أنهى الدولار تعاملاته اليوم اليوم الأحد عند مستويات 24 64 جنيه للبيع ومستويات 24-56 للشراء وبعد كده عدت الأسواء السوداء والأسواء الموازية عشان تطل علينا من جديد عشان الدولار يتخطى المستوى الـ 31 جنيه يعني رسميا في السوق السوداء دلوقتي الدولار بـ 31 جنيه السوق السوداء مصطلح يطلق على السوق غير الرسمية للتدولات العملة الأجنبية والتي تجرمها الحكومة المصرية يعني من خلال المكاتب الصرافة أو أي صراف أو أي حد بتروح حضرتك تغير منه الدولار بعد نجاح الحكومة في التوصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي كان من المقرر أن يتم التوقيع النهائي في يوم 7 ديسمبر الماضي لكن بعد كده اتفقوا أن يوم 16 ديسمبر زي ما قلنا قبل كده هي الصندوق النقد الدولي المفروض أنه هيدي المصر أول دفعة أول دفعة في القرد اللي هي 750 مليون دولار وبعد كده اليوم الثاني اللي هو 22 ديسمبر المقبل هو موافق لاجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركز المصري وسط توقعات أن تشهد الأسواق اجتماع مفاجئ بغير الموعد المحدد على غرار الاجتماعين السابقين يعني زي ما قلنا قبل كده ما نقدرش نتكلم في أي حاجة خالص غير بعد الاجتماعين دول الاجتماع الأول اللي هو يوم 16 ديسمبر إن شاء الله الصبح هنعرف كل حاجة والاجتماع الثاني يوم 22 ديسمبر الواقع واللي موجود دلوقتي ثلاث حاجات أو أربعة اللي موجود دلوقتي أن الدولار 24 في البنك 31 في السوق السودة الدهب كان 1600 وصل 1720 جنيه طيب أنا دلوقتي المفروض هعمل إيه أنا معي فلوس أنا معي دلوقتي 300 ألف جنيه سي مثلا 300 ألف جنيه أعمل إيه وبعد كده هقول لكم موضوع الشهادات بالكامل بكل صراحة هقول لكم إيه اللي حصل معي أنا نفسي شخصيا في البنك أنا لما رحت البنك رحت البنك ده ورحت البنك ده سبب الفيديوهات اللي أنا سمعتها مبارع عن شهادة الـ 21% والـ 22% هقول لكم كان رد الموظف بتاع البنك بالزبط إيه على فلوس أنا واخدها في إيه دي المفروض أن أنا عايزة أعمل بيها واشوف هيكون الرد إيه المرة دي ما كانش ينفع الرد يبقى من على الصفحة الرسمية بتاعت البنك ده أو البنك ده البنكين يا جماعة متحفزين في الفترة دي تماما مفيش على الصفحات الرسمية تخلوا على الصفحة الرسمية مش هتلاقوا أي أخبار خالص عن الشهادات دي يعني مفيش أي أخبار ما بيقولوش حتى إيه اللي موجود إيه اللي متاح وإيه اللي رجع وإيه اللي بقى متاح وإيه اللي مش موجود الأول هنعرف لو إحنا معايا الفلوس أنا لسه الشهادة لو أنا لسه الشهادة أنا معرفش عنها وما معرفش موجودة ولا مش موجود أنا معايا 300 ألف جنيه أول حاجة لو الشهادة دي موجودة ماينفعش أروح حط 300 ألف جنيه فيها أبدا بداية ماينفعش كده كده قبل يوم 22 في الشهر ماينفعش أروح أشتري شهادة استثمار طيب أقصى تقدير نهائي أقصى تقدير وأقصى شيء إحنا سمعنا مبارح كان الـ 22% طيب خلي الـ 22% موجودة أروح أشتري بفلوس إشهادة 22% استحالة كده حضرتك بتخسر 22% وأنا المفروض دلوقتي السوق لو السندوق ادالنا الفلوس لو ادال مصر الفلوس يبقى المفروض أنه هو هنطبق الشرط الثالث اللي هو تعويم الجنيه هيبقى في البنك هيبقى بـ 31 جنيه زي دلوقتي والسوق السودة تطلع الـ 41 جنيه ووزير المالية نفسه اللي بيقول مش إحنا اللي بنقول طيب يبقى أنا كده خسرت حوالي 9% بالرغم إن دي أقصى شيء ممكن ممكن البنك المركزي يدهولك 22% استحالة هيبقى فيها أزياد من كده طب أعمل إيه الفلوس أوديها فين ولا عينها في البيت ولا هعمل فيها إيه بالزبط أول حاجة دي بتنقسم لا احتياجاتك انت أول حاجة خالص احتياجات حضرتك احتياجاتك دلوقتي لو حضرتك معاك يعني معاشك كويس أو مرتبك كويس أو الحمد لله مرتاح مديا وفي فلوس أول حاجة خالص وأأمن حاجة ودي ما فيهاش أي مخاطر خالص وشوف أي حد جارك قريبك أي حد اشترى عقار بس دي فلوس يا جماعة هتبقى منسية دي كل يوم بيطلع قرار جديد للعقارات والكلام دا كله ما بيرخصش العقار مش بيرخص ولا حاجة بس كل يوم بيطلع جديد في موضوع العقارات فأنت الفلوس دي هتبقى نسيها تماما استحالة هتبصرها دلوقتي تاني الفلوس منسية بتزيد مع الزمن لها حاجة تانية ممكن أشتري محل وممكن أشتري شقة أو هأجرها وأكسب منها من الناحيتي طيب دي حاجة طيب الحاجة التانية لا أنا الفلوس مش هينفع أستغنى عنها بالطريقة دي أنا عايز أحطها عشان تبقى تحت إيدي طب تحت إيد حضرتك في الفترة اللي جاية إن شاء الله في بداية السنة الجديدة كل الخبراء بيقولوا أن جرام الدهب هيبقى جرام الدهب يا جماعة ليه مقترن بالدولار دولار جرام الدهب إحنا بنشتري الوقية بالدولار يعني جرام الدهب مرتبط بالدولار يعني ماينفعش ينزل ماينفعش يبقى معروف أن الدولار هيبقى بواحد وتلاتين ونقول ده الدهب هيرخص كده على توقعات اللي موجودة دلوقتي يبقى جرام الدهب هيوصل لألفين جنيه في بداية السنة وبألفين وبألفين ونص كمان في نص السنة مع زيادة السوق بتاعه أو الموسم بتاعه يبقى أنا كده خلاص مثلا أنا بجهز بنتي بجهز لابني أي حاجة ومعايا تلتمائة ألف جنيه دول وهحتاجهم مثلا آخر السنة يبقى أنا هجيب الدهب واعينه طب أروح أشتري خاتم وإسويرة ودبلة والحاجات دي لا 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 خالص هنروح نشتري إما مشغولات زهبية قديمة فبتبقى المصنعية قليلة أو ضريبتها قليلة إما بنشتري اللي هي السبايك ده كده أفضل حاجة حطهم عندي في البيت في مكان آمن وبعد كده بمجرد ما يحصل أي حاجة بنزل للساغة خلاص ببيعهم ما تنساش تاخد الفاتورة أعتقد أنهم يطبع عليهم فاتورة الإلكترونية فيريد حضرتك تاخد الفاتورة بتاعتك وتكون مختومة ده بالنسبة لو أنا خلاص زي ما قلت لكو كده طيب أنا مش هينفع لعمل ده ولا أعمل ده والفلوس بتاعتي أنا محتاجها علشان خاطر أنا بزود بها دخلي يعني بيجي لألف جنيه ألفين جنيه حاجة زي كده ما فيش مشكلة خلاص تمام ما فيش مشكلة هتشتري الشهادة بس يا جماعة ما فيش شرى شهادات دلوقتي أنا كنت في البنك البنك الأهلي البنك الوحيد اللي رفع الفايدة النهاردة الصبح بنك مصر ويعتبر ما رفعش الفايدة ده رجع شهادة الثمنتاشر في المية زي المصر في المتحد نفس اللعبة بالزبط علشان خاطر الفلوس مثلا أنا أحط مئة ألف وانت مئة ألف ونوصل لتلات أربعة مليار يبقوا موجودين في البنك فبعد كده لما يتيجي الاجتماع بتاع اتنين وعشرين ديسمبر اللي خاص بيهم ستاشر ديسمبر ما لهمش علاقة بيه خالص لما ييجي الاجتماع بتاع اتنين وعشرين ديسمبر بيعلي الفايدة فبكده انت خلاص مش بتشيل الفلوس وتروح بيها مكان تاني خلاص بتقوم حولهم للاتنين وعشرين أو الواحد وعشرين أي أن كان وهو كده لعب معاك اللعبة واستفاد بالفلوس وبقت موجودة عنده خلاص دمع استثمار موجود وفلوس موجود تمام؟ تمام ده من نسبة للشهادة بنك الأهلي مفهوش حاجة واحد وعشرين ولا اتنين وعشرين بنك مصر مفهوش حاجة ولا واحد وعشرين ولا اتنين وعشرين مصر في المتحد أقصى حاجة فيه التمنتاشر في المية بنك مصر لسا النهاردة رافع على تاني للتمنتاشر في المية أو رجع التمنتاشر في المية لكنها كانت موجودة بالزبط أبو زبي دي من على الصفحات لكن المتحفظين في التصرحات بتاعتهم هم البنك الأهلي وبنك مصر أنا بقول لكم من داخل البنك ما نفسه ما فيش لواحد وعشرين ولا اتنين وعشرين اللي يقول لك رسميا وموجود وقعلا عنها والكلام ده كله والله يا جمع ما حصلش الكلام ده خالص وما فيش الحاجات دي بس خليك جاهز لأن يوم اتنين وعشرين ديسمبر إن شاء الله أكيد هيبقى فيه ممكن واحد وعشرين وعشرين إن شاء الله هيبقى متوفر وهيبقى موجود بإذن الله هم بيدرسوا الكلام ده دلوقتي واحد وعشرين وعشرين مش هتبقى حاجة يعني يعني مش غاية قوية أو مش هتبقى حاجة كبيرة قوية بس هو هتحفظ فلوسك من التدخل ده الحل الوحيد كده حضرتك معك ثلاث أنواع من الاستثمار شوف حضرتك بقى احتياجات حضرتك من ومين فعش تقول لي أنا حطي فلوسي في إيه حضرتك اللي قايس احتياجاتك أنت اللي عارف احتياجاتك إيه أنا قلت لحضرتك احتياجاتك ممكن تكون ده أو ده أو ده ومعك ثلاث أنواع من الاستثمار شاء الله الاستثمار شيء حلو جدا مش وحش ده لو حضرتك يعني هي بتعينك على معايش الحقيقة يعني على عيشتك وانت تاخد منها دخل بتكمل به آآ الدخل بتاعك يا جماعة الإشعاعات في الأيام اللي جاية تبقى كتيرة جدا 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 اتأكدوا أنا لما أقول لكم حاجة أقولها لكم من داخل البنك أو من على الصفحة الرسمية بتاعت البنك ما فيه الشهادات واحد وعشرين في المية ولا اتنين وعشرين في المية اصدرت لحد دلوقتي جايز يكونوا بدرسوها بس ده ما حصلش أتمنى يكون الفيديو كان واضح بالنسبة لحضراتكم من النهاردة ما تسمعوش الكلام ده ما فيش الحاجات دي ما فيش كده خالص الأسعار الرسمية للدولار للدهب للشهادات هي الأسعار الرسمية اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي من منبعها ومن مكانها أتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم تابعونا في الفترة اللي جاي إن شاء الله كل شيء هيبقى لحظة بلحظة أنا بحاول أطمن حضراتكم بقول لكم لحظة بلحظة شوفوا كمان الفيديو بتاع مبارح هيكون مفيد كمان بالنسبة لحضراتكم وأتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم واشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.